اشهد الرئيس اليمني عبد الربوه منصور هادي بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش اليمني في المعارك ضد الميليشيات الحوثية الايرانية في محافظة سعدة شمال البلاد يأتي هذا فيما يواصل الجيش الوطني اليمني بمساندة التحالف العربي تقدمه في جبهات مختلفة في محافظة تعز ضمن عملية تطهير المحافظة من الميليشيات الانقلابية لليوم الرابع على التوالي منذ بدء قوات الشرعية في اليمن تحرير محافظة تعز يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد ودعم كبيرين من التحالف العربي انتصاراته لفك المحافظة من حصار ميليشي الحوث الايرانية والذي دام ثلاث سنوات سابقة وبحسب الجيش اليمني فان العمليات الحالية في تعز مستمرة وحاسمة ضمن خطة عسكرية متكاملة تم اعدادها من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ففي ظل انتصارات الشرعية المتوالية تثبت القوات عزمها على تطهير محافظة تعز العزيزة على قلوب اليمنين من دنس الميليشيات التابعة لإيران وفي التفاصيل العسكرية افاد المركز الاعلامي لقيادة محور تعز العسكري ان قوات الجيش حررت عدة قرى وتلالا جبلية في الجبهتين الشرقية والغربية واشار الى السيطرة على قرية الدار وتبت ياسين والقرن كما احكم الجيش قبضته على ابعر وقرية الصرمين بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين ميليشيات الحوثي الانقلابية وفي احدث انتهاكاتها يائست من مواجهة الجيش اليمني فاصبحت تهاجم المدنيين العزل في منازلهم بصواريخ الكاتيوشا ما اوقع عدد من القتلى والجرح المدنيين الابرياء في مأرب بحسب ما افاد مصدر عسكري ويرى مراقبون ان الميليشيات تزداد خسائرها يوميا واستفرار وهلع متأثرة بانتصارات الشرعية على الارض المسنود بغطاء جوي كثيف من طيران التحالف اهالي تعز من جانبهم علقوا امالهم واعربوا عن تأييدهم الكامل لعملية تطهير المحافظة من ميليشيات الحوثي التي باتت ايامها معدودة في تعز ااملين ان يسود الامن والاستقرار في انحاء المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر